بالتزامن مع إحراز لاعب أكاديمية كاراتي في خرمال، مراكز متقدمة في بطولة غرب آسيا للكبار في الكاتا والكوميتي، على هامش البطولة وبمشاركة خمسين حكماً من إحدى عشرة دولة مسجلة في اتحاد غرب آسيا، اجتاد إثنان من حكام الأكاديمية اختبار تصنيف الحكام الآسيويين، الذي نظمه الاتحاد الآسيوي للكاراتي في عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وتمكن من الحصول على شهادة التصنيف بدرجة حكم آسيوي. بفضل الله حصلنا على هذه النتيجة الجيدة، وهي أمر ليست بسهل، واشتادنا الاختبار من بين خمسين حكماً، وعدد قليل من الحكام تمكنوا من النجاح في الاختبار. نحن والحمد لله كانت لدينا خبرة سابقة، فقد كنا حكاماً من الدرجة الأولى على مستوى العراق، وأشرفنا على البطولات الدولية بنجاح، وخلال مشاركتنا في بطولة غرب آسيا في الأردن، حصلنا على نتيجة جيدة. حصولنا على مرتبة حكام الآسيويين يؤثر على مسيرة لعبة الكاراتي في الإقليم والعراق، فوجود حكام آسيويين في البطولات المقامة في البلاد، اللاعبون يشعرون بالثقة والإطمئنان أكثر، وبإمكاننا المشاركة في البطولات الدولية بحضور مدربين وحكام من داخل البلاد. كما تمكن المدرب رابر ظاهر المرافق للمنطخب الوطني، خضوعه لدورة المدربين التي نظمها الاتحاد الآسيوي لللعبة، وحصل على شهالة مدرب آسيوي، ما يؤهله لإشراف ومرافقة لاعب الأكاديميات والمشاركة في جميع البطولات الآسيوية القادمة. مدرب كاراتيه إذا لم تسجل ضمن المدربين الآسيويين، لا تتمكن من المشاركة في البطولات الدولية والآسيوية، وكمدرب المنطخب الوطني لا تستطيع مرافقة اللاعبين المشاركين في البطولات الدولية، والحصول على الشهادة الآسيوية كمدرب تتمكن من دعم اللاعبين في البطولات، وهذا يؤثر كثيراً على أدائهم ومستواهم الرياضي. وحصول الحكمين ومدرب الكاراتيه في أكاديمية خرمال على شهادة التصنيف الآسيوي، وتسجيلهم ضمن كشفات الحكام والمدربين الآسيويين، يعتبر إنجازاً آخر للأكاديمية، ودعماً كبيراً للعبة الكاراتيه في إقليم كردستان والعراق.